السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطالبات الصفة السادسة الابتدائي في درسنا لهذا اليوم وهو استكشاف استعمال مخطط لبناء مكعب معكم السادة نادة السويلمي لغة الإشارة الأستاذ عبدالسلام المغيني فأهلا ومرحبا بكم نبدأ أعزائي دائما بفكرة الدرس ففكرة الدرس أن أعمل نمطا ثنائيا أبعاد لمكعب ومنه سأستعمله حتى أبني مكعبا آخر فالمفردات التي سنتعلمها في هذا الدرس كيف أصنع مخططا يقول في هذا المعمل ستحصل على نمط ثنائي الأبعاد لمكعب ويسمى هذا النمط مخططا وسأستعمله حتى أبني مكعبا ثلاثي الأبعاد النشاط الخطوة الأولى أن أضع مكعبا عندي على ورقة كما في الشكل ثم أرسم قاعدة المكعب المربع فكما نعلم أن المكعب له ستة أوجه مربعة فيقول أريدكم أن تضعوا قاعدة المكعب ومن ثم ترسمون سطح المكعب كما في الصورة التالية هيا أعزائي أريدكم أن تحضروا كراساتكم وترسموا أحد أوجه المكعب على هذه الكراسة ترجمة نانسي قنقر إذن أعزائي هنا سننتقل إلى الخطوة الثانية بعد أن انتهيتم من رسم أحد أوجه المكعب على ورقة سنقوم الآن بقلب المكعب على أحد جوانبه ونستمر في رسم كل جانب حتى أحصل على هذا الشكل الموضح وهذا الشكل يعتبر أحسنتم هذا شكل ثنائي ومنه سنحصل على شكل ثلاثي هيا أعزائي سأريكم الآن مقطع فيديو يوضح لكم كيفية رسم المكعب ومن ثم أريدكم أن تطبقوا ما ترون استكشاف معمل الهندسة استعمال مخطط لبناء مكعب في هذا النشاط سنبني مخطط لمكعب ونستعمله لبناء الشكل الثلاثي الأبعاد فنبدأ بهذا المكعب مكعب عادي ثم نضعه على هذه الورقة سنبدأ بتحديد القاعدة التي تلامس الورقة ثم ندحرجه هذا المكعب ونحدد هذه القاعدة أيضا ثم ندحرجه مرة أخرى ونحدد هذه القاعدة ندحرجه مرة ثالثة ونحدد القاعدة إذن دحرجناه دورة كاملة حددنا الأربع جوانب هذه وهذه وهذه والتي بالأسفل الآن يجب علينا أن نحدد هذين الجانبين وسنحركه مرة واحدة هنا أما الجانب الآخر فسنأخذه إلى نقطة البداية وندحرج المكعب إلى هذه الناحية هذا ما نسميه مخطط للمكعب إذن أعزائي هنا رسم ستة أوجه للمكعب في البداية رسم الأربعة أوجه ومن ثم رسم الوجه الخامس وأخيرا عاد ليرسم الوجه السادس هيا أعزائي سأعطيكم الآن وقتا حتى تنفذوا ما رأيتموا في هذا المقطع إذن أعزائي بعد أن أنتهيتم من هذه الخطوة سننتقل معكم إلى الخطوة التي تليها الآن ماذا يريد مني في هذه الخطوة؟ يريد أن أقص المخطط الذي عملته سابقا في الخطوة الثانية عندما رسمت ستة أوجه يريد مني أن أقص المخطط وبشكل مرتب احرصوا أعزائي أن يكون قصكم بشكل مرتب حتى تستطيعوا الحصول على مكعبا في النهاية وهنا مقطع توضيحي يوضح لكم كيف سيصنع المكعب من المخطط الثنائي الأبعاد فهيا بنا نرى هذا المقطع الآن سنقص حول هذا المخطط سنحصل على هذا الشكل الآن سنثني الورقة على هذه الخطوط بهذه الطريقة الآن نثني لمحاولة صنع المكعب واستطعنا صنع المكعب أعطيكم الآن وقتا حتى تقوموا بقص المخطط الذي عملتموه شكرا للمشاهدة إذن أعزائي انتهيتم من قص المخطط ستكون مكعباتكم متفاوزة الأحجام لأن رسمكم مختلف فهناك من رسم أربع سانتي متر طول الظلع وهناك من رسم ستة وهناك من رسم عجرة فستختلف أحجام المكعبات لديكم وهذا لا بأس ننتقل إلى الخطوة الرابعة الآن يريدكم أن تحضروا ورقة أخرى انتهينا من الورقة الأولى ورسمنا المخطط وقصصناه وحصلنا على مكعب أريدكم أعزائي أن تحضروا ورقة أخرى وتعملوا مخططاً آخر كما في الشكل لديكم يقول اعمل مخططاً يشبه المخطط الموضح ثم قصه وحاول إنشاء مكعب أي يريد مني أن أكرر الخطوات لكن نلاحظ أن الرسمة هنا اختلفت نرى هذا المقطع ومن ثم نعود إليكم سنرجع إلى مكعبنا مرة ثانية ونرسم مخططاً له بطريقة مختلفة قليلة سنبدأ بنفس الوضعية ثم ندحرجه بهذه الطريقة ثم نرجعه إلى القاعدة الأولى ثم ندحرجه للأمام ونحدده هذا الوجه ثم ندحرجه للأمام مرة أخرى ونحدد هذا الوجه ثم ندحرجه مرة أخرى ونحدد الوجه اتهينا من جميع الأوجه في هذا الاتجاه الآن سنتحرجه إلى هذا الجانب ونرسم الوجه وحصلنا على المخطط الآن سنقص هذا المخطط ونحاول حصوله على المكعب مرة ثانية وهذا هو المخطط سنقوم بثانيه الآن سنحاول الآن تجميعه الحصول على المكعب نجد أننا لن نحصل على مكعب كامل سيكون هذا الجزء فارغاً لدينا جانبين في جهة واحدة سينطبقان على بعض وجهة ستكون فارغة لماذا حدث هذا؟ لأننا عند نسمنا للمخطط أعدنا رسم وجه واحد مرتين انظر إذا تذكر بدأنا هكذا ثم دحرجنا المكعب في هذا الجانب فبالتالي رسمنا هذا الجانب رسمنا هذا الجانب ثم دحرجناه هكذا ورسمنا الوجه ثم دحرجناه مرة أخرى ورسمنا الوجه ثم دحرجناه ورسمنا الوجه ثم دحرجناه إلى هذه الناحية أي أعدنا رسم هذا الوجه الذي رسمناه هنا لهذا تكرر معنى وجهان في نفس الجهة ولم نستطع أن نكون مكعبا إذن ما الذي لاحظناه في هذا المقطع؟ لاحظنا أنه رسم أحد أوجه المكعب في نفس الاتجاه أريدكم أعزائي أن تطبقوا ما رأيتموه حتى تتأكدوا من عدم الحصول على مكعب هيا أعزائي ابدوا هل انتهيتم من عمل المخطط الثاني؟ ما الذي حصل لديكم؟ أحسنتم رائعون فعلا لم نحصل على مكعب فأحد الأوجه ناقصة ننتقل الآن أعزائي إلى تحليل النتائج ومناقشة ماذا رأينا في هذا المعمل يقول هل يمكن الحصول على مكعب من كلا من المخططين؟ نحن عملنا مخططين أليس كذلك؟ يقول هل حصلنا على مكعب من كلا المخططين؟ فاسر ذلك وإن كانت إجابتك لا فصف لماذا لا يشكل أحدهما أو كلاهما مكعبا أريدكم أن تلخصوا حلكم في الدفتر ومن ثم سنناقش الحل سوية لخصوا أفكاركم أعزائي في ثلاثين ثانية ومن ثم سنأخذ حلكم شكرا إذن أعزائي أعطوني تحليل نتائجكم ما الذي كتبتموه؟ أحسنتم رائعون فعلا المخطط الأول حصلت منه على مكعب أنا عملت مخططين المخطط الأول حصلت منه على مكعب أما المخطط الثاني؟ أحسنتم رائعون لم أحصل منه على مكعب يقول لماذا لا يشكل أحدهما أو كلاهما مكعبا يقول أنشأ المخطط الأول مكعبا أما المخطط الثاني لم ينشئ مكعبا لماذا؟ ممتاز لأن الأوجه كانت في نفس الاتجاه كما رأينا وطبقنا أليس كذلك؟ بالنسبة للمخطط الثاني أما المخطط الأول فكان وجه في اتجاه والوجه الآخر في اتجاه يقول حيث يظهر وجهان في جانب واحد من المكعب وهذا سبب عدم حصولنا على مكعب في المخطط الثاني نأتي إلى الفقرة الثالثة من تحليل النتائج يقول احسب قياس أضلاع المكعب في النشاط السابق ثم استعمل هذا القياس لتجد مساحة أحد أوجه المكعب هنا ستختلف القياسات من طالب إلى آخر ومن طالبة إلى أخرى على حسب المكعب الذي استخدمتموه فلا بأس من تفاوت النتائج دعونا نرى المكعب الذي عمله زميلنا في هذا المقطع وكيف حسب قياس أضلاع المكعب الآن نحاول حساب مساحة السطح لهذا المكعب فلنقص طول حرف هذا المكعب إذا قصناه سنجده 4 سنتيمتر حرف المكعب ساوي 4 سنتيمترات إذن ما مساحة وجه واحد من أوجه المكعب لأن جميع أوجه هذا المكعب مربعات إذن مساحة الوجه الواحد منهم ستساوي 4 في 4 أي 16 سنتيمتر مربع هنا قاس حرف المكعب وأوجد قياسه وهو 4 سنتيمتر بالنسبة لأحد الأوجه فالأوجه جميعها متساوية ومن ثم أوجد المساحة بالنسبة للوجه الواحد وهي 16 سنتيمتر بأن ضرب أربعة في أربعة طوله في عرضه فأصبح 16 سنتيمتر هيا أعزائي أريد منكم أن تقيسوا مساحة المكعبات لديكم ومن ثم سننتقل للخطوة التي تليها خلال 30 ثانية ابدأوا أعزائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اذا اعزائي سنستعرض الان حل قياس مساحة الاوجه كما ترون هنا يقول نفترض ان قياس اضلاع المكعب 4 سنتيمتر بالنسبة له ليس بالنسبة اليكم ومن ثم نحسب مساحة احد الاوجه 4 في 4 وتعطيني 16 سنتيمترا مربعا ننتقل اعزائي الى تحليل النتائج الخطوة الرابعة خم يقول اكتب عبارة للمساحة الكلية لأوجه المكعب الذي طول حرفه سين اذا هنا يريد المساحة الكلية لأوجه المكعب ما رأيكم ان نرى هذا المقطع ومن ثم نستعرض حلكم سوية وماذا عن جميع مساحة جميع الأسطح لهذا المكعب ستكون بعدد الأوجه لدينا 1 2 3 والأسفل 4 ثم هذا 5 وهذا 6 اذا مساحة الأسطح تساوي لدينا 6 أوجه مضروبة في مساحة الوجه الواحد وهو 16 اذا مساحة الأسطح ستساوي 96 سنتيمتر مربع وهي نفس المساحة للمخطط اذا ارجعنا المكعب الى مخطط مرة اخرى مساحة هذا المخطط ستكون 96 سنتيمتر مربع اذا اعزائي هنا حسب مساحة الوجه الواحد في السؤال الثالث واوجدها بانها 16 سنتيمتر ما الذي يريده هنا؟ يريد المساحة الكلية لأوجه المكعب فهنا المكعب متطابق أليس كذلك؟ وكم وجه لديه؟ ممتاز لديه 6 أوجه فالـ 16 ستكون مساحة كل وجه 16 أليس كذلك؟ ومن ثم يريد أن يحصي المساحة الكلية سأضرب 16 في 6 لتعطيني 96 سنتيمترا مربع أريدكم أعزائي أن تحسبوا المساحة الكلية للمكعب الذي عملتمه هيا أعزائي سأعطيكم 30 ثانية لحساب مساحة مكعباتكم ومن ثم نعود سوية إذن أعزائي ماذا كتبتم عبارة؟ ممتاز جميل دعونا نناقش عبارتنا ماذا كتبنا هنا؟ هنا كتبت أن مساحة المربع سين في سين أي الطول في العرض لتعطيني سين تربيع الآن سأحسب المساحة الكلية كما يريد مني لأوجه المكعب أوجه المكعب عددها 6 أحسنتم إذن سأضرب مساحة المربع بالنسبة للوجه الواحد في 6 لأن أوجه المكعب 6 فسأقول 6 في سين تربيع أي سنكرر مساحة الوجه الواحد في عدد أوجه المكعب لتعطيني 6 سين تربيع وبذلك كتبت عبارة تمثل المساحة الكلية لأوجه المكعب جميعها هيا أعزائي اكتبوا ما لخصناه في الخطوة الرابعة في دفاتركم ومن ثم سننهي درسنا لهذا اليوم إذن أعزائي هنا نكون انتهينا من عمل مخطط وبنينا من هذا المخطط مكعبا ثلاثي الأبعاد معكم الأستاذ ندرس ويني لغة الإشارة الأستاذ عبد السلام الغيني فشكرا لكم طلابي اشتركوا في القناة